تعتقدون أنه حتى المرحلة تكون أكثر استقراراً لا استقراراً حكومة تراضي حب عمك حب عمك لا ليس 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 تسميها حكومة تراضي هي حكومة تشكل كما الحكومات السابقة يعني كما تشكلت الحكومات السابقة لكن فقط التيار الصدري يقول أن الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة أغلبية نحن نعتقد الإطار التنسيقي يقول أنه المرحلة الآن لا تتحمل حكومة أغلبية وهي بحاجة أيضاً ليست فقط على موافقة الإطار التنسيقي بحاجة إلى موافقة الأخوة الكرد والأخوة السنة هل أنهم يوافقون أيضاً على الحكومة الأغلبية أم أن لديهم رأي آخر أريكم أنتم لماذا لماذا المرحلة لا تتحمل حكومة أغلبية وطنية أنتوا أراءكم محترمة ومن حق الجمهورة أن يسمحها أنا أطالبك بتفسير بهذا الجزئية نحن نعتقد الآن أن هذه فقط للملاحظة دولة القانون دولة القانون هي أول من رفع شعار الأغلبية السياسية عام 2010 وعام 2014 لكنه لم يحظى بقبول الأطراف الأخرى طيب فعلماً بأنه كانت لربما الأمور الفنية المعنية بالانتخابات والوضعية السياسية والقاعدة الجماهيرية كانت كلها بحالة طبيعية من الممكن أن يتم التوافق عليها لكن يبدو لي أنه الآن الإطار التنسيقي يرى أنه الآن كل الأدوات والآليات التي نتجت من الانتخابات هي عليها إشكاليات كثيرة لدينا اعتراض على النتائج لدينا الاعتراض على عمل المفوضية لدينا وثائق تدين التدخلات الخارجية وكل هذه الوثائق التي وصلت إلى المحكمة الاتحادية وبالتالي نعتقد أنه الأجواء الآن غير مهيئة لأن نخلق أزمة جديدة قد تكون بوجود الأغلبية القادمة مع معارضة قوية داخل البرلمان قد يتم سحب الثقة من الحكومة وإعادتها مرة ثانية لانتخابات وننهي الأربع سنوات القادمة في أنه إجاك الديب إجاك الواوي جيب حكومة جديدة تعتقدون أنه حتى المرحلة تكون أكثر استقرارا لا استقرارا حكومة تراضي حب عمك حب عمك لا ليس 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 ليش تسميها حكومة تراضي هي حكومة تشكل كما الحكومات السابقة محاصصة جاءت عبر العرف السياسي المقيت ونتمنى أن نصل إلى مرحلة يعفيها السياسي ويعفيها الشعب العراقي قيمة الأغلبية السياسية نحن مع الأغلبية السياسية لكن على شرط أن تكون بشرطها وشروطها كما يقال إما أن نخرج الآن بحكومة أغلبية قد تجعلنا الآن إحنا الآن في حالة على قولتهم هيدي هداة شاء الله يا الله بلكت الله تمضي المرحلة ونعبر بها هذا الوضع الحساس تعبرون إن شاء الله تعبرون إن شاء الله تعبرون إن شاء الله